بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدين وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لا حق علينا والحاضرين وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين والمستمعين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد في القول والعمل قال الشيخ الشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وأجزل له الثواب في رسالة إلى عالم من أهل المدينة قال في تكملتها رحمه الله وفي الحديث لما نزل الله عليه قم فأنذر صعد الصفا صلى الله عليه وسلم فنادى وصباحا فلما اجتمع إليه قريش قال لهم ما قال فقال عمه تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا وأنزل الله فيه تبت يدى أبي لهب وتب نعم لما أمره الله جل وعلا في قوله يا أيها المدخر قم فأنذر وربك فكبر صعد صلى الله عليه وسلم الصفا وقال واصباحا فاجتمع عليه الناس فلما اجتمعوا عليه أمرهم بما أمره الله به من توحيده وعبادته وحده لا شريك له فقال له عمه أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا فأنزل الله جل وعلا به بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل كانت تمشي بالنميمة كانت تمشي بالنميمة في جيدها حبل من مسد وهو الليف حبل من الليف في جيدها يعني في عنقها فلم يسلم أبو لهب لم يسلم ولم تسلم أم جميل أيضا لما أنزل الله فيهم ما أنزل نعم أحسن الله إليكم وقال صلى الله عليه وسلم يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا بدأ صلى الله عليه وسلم بدأ صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس إليه وأمرهم بأقرب الناس إليه وعبادة الله له لا شريك له بدأ بعمه العباس فقال يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا فبدأ بأقاربه بعمه وعمته وكذلك أمر المسلمين بعد أقاربه وهكذا الذي يدعو إلى الله جل وعلا يجب عليه أن يبدأ بأقاربه وأقرب الناس إليه حتى يتقبل الله جل وعلا عمله ويتقبل الناس دعوته نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم يا عباس عم رسول الله ويا صفية عمة رسول الله اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا أين هذا من قول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يعني قارن بين قول صاحب البردة وبينما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم مع قاربه وأنه أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وقال لا أغني عنكم من الله شيئا حتى 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 بنت فاطمة رضي الله عنها قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا فهو يعطيها من المال لكن لا يقدر أن يدفع عنها عذاب الله سبحانه إذا نزل بها إلا أن تكون مطيعة لله موحدة بالله عز وجل هكذا ما ينفع الإنسان عند الله إلا عمله لا ينفعه القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فاطمة بنت محمد ما ينفعها قربها من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ابنة الرسول رضي الله عنها بل قال لها سليني من مالي ما شئتي وأما أن تسأله أمور التوحيد وأمور العبادة فإنه لا يغني عنها من الله شيئا إلا إذا قامت بأوامر الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله وقول صاحب البردة يا أكرم الخلق صاحب البردة هذا البوصيري هذا البوصيري شاعر معروف وكان مما قاله هذه البردة بردة المديح يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول فيقول يا أكرم الخلق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام ما لمن ألوذ به هذا الذي فيه المحذور سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العاميم إن لم تكن آخذا بيدي وإلا قل يا جلة القدم وهذا غلو والعياذ بالله غلو وكفر بالله عز وجل فإنه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينقذ من عذاب الله وهذا من من خصائص الله جل وعلا لا ينقذ من عذاب الله إلا الله سبحانه وتعالى الرسول إنما هو مبلغ عن الله عز وجل وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين فمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا لا يفيد المادح شيئا مع شركه بالله عز وجل وإخلاله بتوحيد الله عز وجل نعم أحسن الله لك وقوله ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي وهذا مطمة والعياذ بالله ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم وهو الله سبحانه وتعالى تحلى باسم منتقمي سأل الله العافية يعني لا ينجي أنت تنجي من عذاب الله فجعل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ووصف الله بأنه منتقم فقط نعم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وذكر صاحب السيرة أنه صلوات الله وسلامه عليه قام يقنط على قريش ويخصص أناسا منهم في مقتل حمزة وأصحابه فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء نعم لما قتل حمزة رضي الله عنه عمر رسول صلى الله عليه وسلم وأكبر أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتل في وقعة أحد لما قتل في وقعة أحد ومثل به المشركون وقف عليه صلى الله عليه وسلم فقال مقالته قام يقنط على قريش ويدعو عليهم ويدعو عليهم فالله عاتبه في ذلك لأن من هؤلاء ممن الله عليه بالإسلام فأسلموا وإن كان جرى منهم ما جرى فإن الله غفور رحيم والإسلام يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي والحمد لله فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه أن ينجي من عذاب الله ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يعني يوم القيامة إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي وإلا قل يا جلة القدم هذا غلو والعياذ بالله الرسول لا ينقذ من عذاب الله وإنما الذي ينقذ من عذاب الله هو التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وأما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والغلو في مدحه فهذا لا يفيد المادح شيئاً نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله ولكن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ نعم يقول الشيخ رحمه الله مع هذا التحذير من الله جل وعلا لعباده قليل من الناس من استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والأكثر كانوا بقوا على شركهم إلا من من الله عليه بالإسلام فأسلم ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله قريب مجيب نعم أحسن الله إليك معنا يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ يعني بأن أتباعه يكونون قلة يكونون قلة ويكون غرباً بين الناس والغريب هو القليل فيكون أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قليلين والأكثر من من عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبقوا على كفرهم أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين